موسيقى 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 بصوا انا هقولكو على حاجة انا حب صراحكم من وقت للتاني كده بشوات حاجات انا رجلي دي بايزة خالص بجري الشمال ما بقيتش بقدر اقف ولا بقدر امشي وغالبا دي افعيل الزمن وطرق التغذية غير الجيدة على الاطلاق كويس والمفترض مفترض ان انا مفضلش واقف كده قدام حضراتكو لفترة ما يعني وان انا اجري بسرعة اعود بس على ما يبدو ان انا شايف في عينين زميلي تحديدا وبالذات عبدالله صبري صاحبي اللي انتو تعرفوه خلاص انه الخبر ده يستحق نفضل واقفين معا شوية ايه هو فاتن امل حربي المسلسل اللي على ما يبدو كده بيقلب الدنيا يعني ايه بيقلب الدنيا المسلسل ده واضح انه يعني من المشاهدات اللي احنا شفناها حتى هذه اللحظة الحلقات اللي احنا تبعناها حتى هذه اللحظة هذا المسلسل لا ينتصر فقط للمرأة وانما المسلسل بيتناول اضايا شديدة الاهمية شديدة الحرج شديدة الحساسية يظن المزيع اللي بيتكلم اللي اسمه يوسف الحسيني ان هذا المسلسل قد يؤدي الى المزيد من التفاعلات القانونية فيما يتعلق بوضع المرأة الام الحاضنة غير الحاضنة المرأة بشكل عام في مجتمعنا المصري بالايجاب بالمناسبة ولو تتذكروا النوع ده من الدراما او السينما بيبقى فاعلية او الانواع الفاعلة جدا يعني قليلة يعني احنا في تاريخنا السينماي والدرامي اسماء بحد ذاتها خذينينا نتذكر مثلا ودي اريده حلا واللي ادى بعد كده الى قوانين متعلقة بالمرأة فيما بعد وهكذا انا اظن انه فاتن امل حربي هيؤدي الى نتائج شديدة الايجابية فيما يتعلق بالمرأة المصرية هتلاقي انه المجلس القومي للمرأة بيتفاعل مع هذا المسلسل فاتن امل حربي وبيصدر بيان حول الولاية التعليمية يعني ايه واحدة وحدة انا اقولك المجلس قال في بيانه انه في حال انقضاء يعني انتهاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك يعني ايه الام في الحالة دي هي الحاضنة طالما الولاية في سن الحضانة ولد او بنت فالولاية التعليمية لدى الام بصرف النظر بقى في حكم محكمة مقبول وطبعا على عين وعالراس او ما فيش حكم محكمة هو لاحتياج لهذا الحكم فتكون الولاية التعليمية في الحالة دي المين للحاضنة حيث ان ده تبقى للبيان الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون طيب نقطة تانية لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية الا بعد تمام اعلان المدرسة او الادارة او المدرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية يعني لازم نبلغ الجهات المختصة الام في هذه الحالة بانه العلاقة الزوجية انتهت خلاص كده حصل الطلاق تمام واصبح ولازم احنا مش بنبلغ بس احنا نقدم من الاوراق او السيدات الفضليات يقدمنا من الاوراق والمرفقات القانونية ما يفيد ذلك هذا هو ما يتيح للسيدة المطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء للمحكمة ولا اي حاجة طيب كمان يمكن للزوجة المطلقة او غيرهم يعني الزوجات المطلقة او غيرهم من دواية الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب الى رئيس محكمة الاسرة بصفة قاضية للامور المستعجلة لاصدار امر على ايه على عريضة بحق الحاضن الامة في هذه الحال في انها تاخد الولاية التعليمية ويمكن للزوجة حتى وان لم تكن مطلقة المطالبة ايضا بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها يعني لسه الولاد معها وهناك خلافات ما بين الزوجين ولم يتم الطلاق بعد بس هنا بقى هي بتقدم طلب للحصول على حق الولاية التعليمية طيب ليست دعوة قضائية وانما ايه طلب على عريضة باجراءات يسيرة وصور ومستندات اساسية زي البطاقة اسيمة الجواز سلاش في حالة الطلاق كده كده معها الولاية التعليمية من غير حكم المحكمة بتقدم الطلب وبتاخد الموافقة وتروح تقدمها الادارة التعليمية شهادات ميلاد الولادة الصغيرين اللي هما في سن الحضانة بتحدد المحكمة معادل نظر الطلب في اقرب جلسة ممكنة وبتصدر القرار بالمناسبة في اولى جلستها يعني اللي في جلسة تانية ولا تالتة ولا ديولو الحكاية سهلة طيب هذا التفاعل من المجلس القومي معناه ايه؟ معناه التأكيد على المراكز القانونية للزوجة سلاش المطلقة فيما يتعلق بالولاية التعليمية انه هناك تفاعل واضح من مؤسسات الدولة مع هذا المسلسل بالمناسبة طيب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنشوف دراما بتلعب دور شديد الاهمية ايجابيا فيه حياتنا واوضاعنا الاجتماعية شكرا لصناع هذا المسلسل بالمناسبة الصناع في هذه الحال ممكن ناخد الجهتين العدل جروب ذائد الشركة او ذائد دي ذائد الشركة المتحدة وده يمكن جزء من اللي كنت بتكلم عليه مبارح فكرة ان احنا عن طريق المتحدة زائد شركاء نجاحها في الحالة دي زي العدل جروب في مسلسل فاتن امل حربي احنا بنتكلم على ايه بقى اذكاء الوعي وزيادته وترسيخه وترسيخه وايه كمان وارساء وتكريس وترسيخ الايجابية في المجتمع والفاعلية في المجتمع والتمكين في المجتمع للسيدة المصرية الفاضلة عند هذا الحد رجلي الشمال بدأت تئم هستأزمكم في فاصل ونحوض على الكرسي بعد اذنكم الاختيار مسلسل عظيم اه مسلسل عظيم الاختيار توسيق مزهل لوحدة من اصعب مراحل مصر اه طبعا توسيق مزهل لوحدة من اصعب مراحل مصر انا بعتقد انه دي اصعب مرحلة عدت عليها مصر بعد حرب 1973 حقيقي مش هزار يعني في بعض الاصدقاء او الزملاء هيقولون يمكن فيه كانت المرحلة بتاعت اغتيال الرئيس السادات رحمة الله عليه اقول لك كانت مرحلة حارجة لكن الستة وتسعين ساعة دول للأسف الشديد كانوا اصعب مرحلة مرت عليها مصر الخروج من مرحلة اللا دولة ذهابا في طريق لم يكن باين ليه ملامح على الاطلاق ما كناش عادفين هيحصل ايه في النهاية ثقاتنا في ربنا سبحانه وتعالى اولا في جيش مصر العظيم ثانيا ده بالقطع دون اي مجاملة على الاطلاق انا كنت واحد من الناس اللي عندها ثقة شديدة في انه الجيش المصري عمره ما هيسيب مصر كان عمري ما قابلت في خامة الرئيس وقتها كان وزيرا للدفاع غير مرة وحدة ولم تكن مقابلة اكتر منها مشاهدة من بعيد سمعته هو بيتكلم كان قاعد جنبي الاستاذة نشوة الحوفي كل سنوية طيبة زميلي وصديق العمر قلبت شفيق وكنا قاعدين احنا التلاتة وبنسمع كلمات لوزير الدفاع انا ذاك حاليا في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فقمت وقفت وبصت لهم وقلت لهم احنا بإذن الله معديين ما كانش لسه تلاتين ستة عدد والاتنين يشهدوا علي سواء اذا كده الصديقة العزيزة الاخت الفاضلة نشوة الحوفي اللي وحشانة جدا وصديق العمر قلبت شفيق واحد كان على يمين واحد على الشمال وصحيبك وقعد في النص فتوسيق هذه المرحلة كان لزاما بصراحة تعتبره جزء من الواجبات الوطنية فعشان كده انا سعيد جدا بعدة المسلسل من ناحية تانية لا اعتقد انه شهدتي كمشاهد مسكين متواضع بسيط مزيع ابن حلال اسمه يوسف الحسيني في الاستاذ عبدالعزيز مخيون تشبه شائبة لانه انا في رأيي المتواضع جدا وان كنت اعتقد انه ده اقل ما يمكن ان يقال عن الاستاذ عبدالعزيز مخيون هو حالة فنية متفردة تمام التفرند وصابقة في موهبتها على اجيال سبقته وعلى اجيال لحقت بي جيله وعلى اجيال اصغر منه مش هقولك انه اهم موهبة عارفتها السينما المصرية لكن اقدر اقولك علشان انا عارف انه يحرج من هذا الكلام لكن اقدر اقولك انه واحد من اهم المواهب في تاريخ السينما المصرية بل وفي تاريخ السينما العربية قاطبة واقدر اقولك بتجرد شديد استاذ عبدالعزيز مخيون ممثل يمتلك موهبة لا تقل عن اهم 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 نجوم العالم انا في رأيي دايما اهم نجم على مستوى العالم هو انتوني هوبكنز فانا اقدر اقولك انه استاذ عبدالعزيز مخيون هو انتوني هوبكنز العرب القادر على تجسيد اي حاجة انت دلوقتي بتشوفه في مشهد باعتباره المرشد محمد بديع وفي حضرة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي انذاك كان وزيرا للدفاع انت بتتكلم هنا على مشهد يكاد يكون هو الحقيقة بحد ذاته طب بنكز معا الاستاذ عبدالعزيز مخيون وشوف ده الحركة بتاعت الايد مش هقولك طريقة الليبس سيبك مندي راسه الميل بتاع راس ناحية اليمين اتكاؤه على مرفقه الايمن وهو يتحدث نظرة بتاعت العنين الابتسامة بتاعت الاخوان الدائمة هم عندهم ابتسامة سامجة وان كانت دائما هي رائقة على وجه الاستاذ عبدالعزيز مخيون لكن هو اتقنها بصراحة العنين الفارغة دائما من التعبير وكأنها عينين وحش احنا معانا استاذ عبدالعزيز مخيون على التليفون استاذ عبدالعزيز منورنا اهلا 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 وسهلا كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب واشكرك يا يوسف على الكلام الكبير اللي اكبر مني لا يا فندم استاذ عبدالعزيز اولا انا فرحان انك قلتلي يا يوسف فان هذا يعني لدي ودا شديدا فانا اشكرك انا عارف انا عارف ربنا يخليك استاذ عبدالعزيز احنا اولا خليني اشكرك على مجمل مشوار الاستاذ عبدالعزيز مخيون وأشكرك على المشاركة في هذا العمل العظيم سيد عبد العزيز مش هقدر أستخدم المصطلح بتاع ذاكرت الشخصية إزاي لكن إيه اللي كان بيدور في ذهن الأستاذ عبد العزيز مخيون وهو يقرر أنه خلاص أنا هقوم بدور مرشد جماعة الإخوان محمد بديع إيه اللي في المخيلة إيه اللي الأستاذ عبد العزيز قاعد عمال بيدرسه إيه اللي عاوز يركز عليه يعني مرتبكة في سراع في الناس وكلها حاجات لسه يعني طازة فكله كان بطور في ذهني حتى أنا خلق المرشد بتاعي هو الورق يعني أنا تقريبا عمالك الشخصي دي والزبط كما هو مكتوب على الورق حلو جدا ترى يا أستاذ عبد العزيز أهمية الاختيار تلاتة تحديدا بهذا التوصيق تراها في أي مراتب الأهمية وفي التوقيت اللي احنا فيه ده لا هي لها أهمية كبيرة بالتأكيد يعني ولازم احنا نكون مدركين هذه الأهمية ومدركين كمان ردود الأهمية الخط عمال بيقطع وما ينفعش الشبكة تقطع ما ينفعش الشبكة تقطع وإحنا بنسمع أستاذ عبد العزيز ما فيه انا في البحيرة هنا فقول لهم يعني لا لا نقول لهم يقوي الشبكة في البحيرة فورا بتعملي في البحيرة يا أستاذ عبد العزيز بلدي اه مأجز بقى يعني خلصت تصوير كده خلاص انا خلاص تصوير مبارح ها ورجيت هنا وصلت البيت الساعة تنين بالليل بس أنا مش عارف هل ده هيكون مآخر تصوير وليس هايستدهوني والله ما حدش عارف يا أستاذ عبد العزيز في المسلسلات أظن اللي من النوع ده قد نحتاج مشهد ولا اتنين ولا ايه اه مفتحنا جايز كده جايز كده أستاذ عبد العزيز احنا بنشكرك على هذا المسلسل الاداء الرائع كما جرت العادة انا لسه كنت بقول للزملائي الاعزاء يعني انا قد تقولهم انا دائما قدامي وسعد عزيز مخيون في فيلم شحزونة ونبلاء فرد صديقي وزميل العزيز الدكتور محمد فتح يونس قال لي وايضا في الهروب يا سيدي يعني انا شاكر يا يوسف والله وانا سعيد بهذا اللقاء سعادة كبيرة جدا وسعيد بالكلام الجميل بتاعت اللي هو يمكن يعني يكون اكبر مني شوية لا يا فندم ده كلام الابن الابو ولكن بتجرد بصراحة الله يحفظك الله يخلي حضرتك يا سيد عبد العزيز وترجع من الاجازة بألف صحة والسلامة الى ان نلتقي اول موقتك يسمح شاء الله بإذن الله كل عام وانت طيب وحضرتك طيب وبصحة وبخير ورمضان كريمة يا سيد عبد العزيز بارك الله في حضرتك وامدك بالعمر والبركة والصحة وبالعافية قادر يا كريم انا بقولك والله العظيم يا سيد عبد العزيز مخيون ده والله والله وشهادة قدام ربنا أنتوني هوبكنز العرب قادر على تجسيد اي شخصية منتهى الشر هتلاقي منتهى الخير هتلاقي عاوش شخصية تطلع بينها سلبية هتلاقي بقولك شوف نظرة العين دي ليه انا بقولك أنتوني هوبكنز العرب لا يجيد هذه النظرة سوى أنتوني هوبكنز شوف أنتوني هوبكنز كان عنده شخصية كده مهمة اسمها هانيبالكتر مفترض أنه آكل بشر هو طبيب وفيلسوف ومثقف وهاوي فن وتحف وبيانيست عظيم بس عينين مش قاتل عينين وحش من وحوش البرية نظرة العين بتاعة أنتوني هوبكنز دي هي نفس نظرة العين بتاعة الأستاذ عبد العزيز مخيون وهو يجسد شخصية محمد بديعة نظرة الافتراس العينين الفرغة من أي مشاعر العينين اللي ما فيهاش أي نور ولا أي ألق العينين فرغة عبقاري عبقاري طيب المتقلقين في رمضان ده يعني نقدر تقول إيه تقلق يهد الحيل كما جرت العادة وفاء عمر تتقلق كما تقلقت دائما مسلسل رجعين يا هوى اللي كتبوا الأستاذ أسامة أنور عكاشة فيبقى أسامة أنور عكاشة حاضرا غائبا رجعين يا هوى من الراديو أو من مسلسل إذاعي إلى مسلسل تلفزيوني فتتقلق في النجمة وفاء عمر أهلا بيك أهلا بيك ومسي جدا جدا على المقدمة الرائعة دي دايما أنت كمان رائعة يا ربي خليك يا ربي خليك مش عارف أقولك إيه النقلة بتاعت المسلسل ده من مسلسل إذاعي بالأساس إلى مسلسل تلفزيوني وكتابة أو كتابة في أصلها لأسامة أنور عكاشة تساوي إيه عند النجمة وفاء عمر تساوي حاجات كتير جدا جدا أولا الأساس أسامة أنور عكاشة قيمة وقامة كبيرة في الدراما كله فصمات يعني محدش يقدر ينكرها إحنا كلنا تربينا عليها ده رقم واحد وأنا كان لها الحظ أن انا اشتغلت أميرة من عبدين أيوة كان كتابة الأساس أسامة أنور عكاشة واشتغلت كمان حاجات اسمها كاتشري على الموارد أعطى أه لا أشتغلت في ليلة الحلمية كاتشرياتي عملت أربع مشاي أه كان الجزء الأخير أساس أسامة أنور عكاشة حاجة يعني من الحاجات اللي مش هتتكرر في العالم العربي لكن برضو للأمانة إحنا معانا برضو حد بليام في سيناريو حوار لأنه كان راديو ورجعنا تاني بنعمله تليفزيون محمد سليمان عبد الملك ولما اتكلمت مع محمد سليمان عبد الملك قال لي أنا من الناس اللي مبهورين أصلاً بالأساس أسامة أنور عكاشة محمد سليمان أصله جميل وألمه جميل حقيقة عشان نقول أن تبقى كل نسأ الشيء صحيح فده الراجل بجد عمل مجهود كبير جداً جداً علشان يحاول يخلي الجملة بساكل الحوار بتاع الأساس أسامة طبعاً أساس محمد سلامة محمد سلامة أنا بروح تايب إيدي خالص حتى الأداء تاعتي يقول لي وفاق من فضلة أن عايز المنطقة دي كذا تشويحة الإيد هنا كذا لو أنا قلت إفه يزبطه يعني إفه مكتوب طبعاً ومحسوب بالمسطرة لازم هو اللي يثبته علشان يبقى يعني يبقى قوي طبعاً محمد سلامة فيه مخرج كمان في الموضوع يعني أنا من حظ أن أنا اشتغل في مهي والله إحنا حظنا حلو بس أنا عايز أقول حاجة بأي إحنا حظنا حلو إن إحنا أولاً سمعين صوتك وحظنا حلو إن إحنا شايفينك في المسلسل ده بالذات لأنه زي ما قلت ده كتابة أصلها لأسامة أنور عكاشة واشتغل عليها محمد سليمان عبد المالك ومحمد يعني فعلاً ألم رشيق وزكي قلت كلمة عجباني قوي ألم رشيق أه ألم رشيق جداً جداً يعني كمان بيحاول يعني بيقولك أنا نقصي أنا عمر محبي يعني مرة كلمت معك أنا عمر محبي هيجي زي الأسامة لكن أنا بحاول إن يعني يبقى فيه ألم بيكتب في نفس السكة أو بنفس الإحساس بتاع الأساس الأسامة بسوى رائع لكن أنت مدرسة في التلقائية والله بتكلم جد يعني دايماً أنا أشوفك أنك أنت مدرسة تلقائية وبعدين كل يعني ده اللي أنا بشوف كل المشاعر والعواطف اللي بشوفها قدامي على الشاشة في أي دور بتقدميه أنا حاسس إنه مع حفظ الألقاب هو وفهمني كويس في المصطلح وفاء عمر بالدلدأ مشاعر فهم المصطلح مش بقصر بيه أي بخس للحق على الإطلاق لكن حال التلقائية فياضة كده مشاعر متدفقة وفيد من المشاعر عارف الحاجة الوحيدة اللي ما بعرفش أجدت فيها إيه؟ إيه؟ يعني ممكن حد يتأني على حاجة ما قلش أو أداري أو أخي أهرب عارف أن الحاجة الوحيدة اللي ما بجدتش فيها إيه؟ إيه هي؟ التمثيل على طول لازم أبقى أنا لازم أبقى الشخصية دي لو ما بقيتش الشخصية دي ما بعرفش ما بقى بقى فيك بحيث إن أنا أي كلام لأ وبعدين أصله كمان يعني على سبيل المثال في المسلسل ده المشاهد بتاعتك اللي هي فيها التلقائية وفيها خف الدم حتى وإنتوا بتتخانقوا وفيه المشهد بتاع خناقتك مع أنشكة على الصفرة ده حدوتة ده جميلة أوي أنشكة جميلة جميلة والمشهد كان رائع بس كل زميلي أولا أنا مفتوطة أولا عايزة أشكر كمان خالد النبوي ده حد جميل أوي أوي وأنا تنفسي أمثل قدامه بأي شكل حقيقة يعني رجل تتعلم تمثيل برا مصره والممثل بيشتغل على نفسه قوي ومكسب لأي شركة تشتغل معاه وبيكبر أي حد قدام ومش مزعج مش مزعج على الإطلاق دي أول مرة تشتغلي مع خالد أول مرة مع أنه زميلي كان في معاد علي 2 مصرحية لكن أول مرة نشتغل مع بعض أوكي يعني بجد حاجة بيحب شغل للدرجة يعني بجد احنا اتفقنا جدا في الحكة حب زميله كمان المفاجأة نور ابنه أنا اللي اخترته على فكرة يعني شايدة أقولك قلت لهم يعني كان فيه ممثل وعتذر قلت لهم أنا عجبني قوي نور النبوي يعني أنت اللي اخترت نور حساسي جاء كده أن داي بقى ابني وقلت مدرسة تانية مختلفة وخدت يبالك نور طالع نسخة من أبوه لا بس هقولك على حاجة مش في التمثيل في الشكل في الشكل طولته غير مدرسة تانية مدرسة تانية غير خالد لكن الشكل والله هو خالد هو طالع عمه وبيشبهه في اتباع فجات كمان الثدفة أنه كمان الشكل وريدين لبعض الولد طالع كربونا 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 جدا 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 بس فحاجات كتيرة قوي فحاجات كتيرة قوي في الولد ده جديدة كمان زي ايه؟ زي مثلا أنه مثلا يعني ايه لو أنا كنت تخيلت مثلا أنه لو ممكن بس بعمل معاه تروفا فتخفت الدم اللي لسه ما شفتهاش بقى طبعا السلامة بقى لوزها في بعض المناطق بينه وبينه اقول اف فيه؟ جاهز ومس محاطر بيدراس ما صح في البروفا او في البروفا طبعا ما نقدرش نامي كده في التمثيل لأن احنا ملتزمين جدا بكل كلمة مكتوبة صلاة ما صلاة ما صلاة ما بكتوبة سواء أستاذ أسامة عن وراكاشة أستاذ محمد سيبان عبد الملك أستاذ محمد سلامة احنا كل حاجة بالمذبور يعني أنتوا التزمتم بالنص التزام كامل حتى في مشاهد الخناقات ماكانش فيها حتة ارتجال كده؟ بص يعني الأستاذ محمد سلامة لا مدرسة يقولك أنا بحبك تمثل وأنت سايد إيبك وأنا مثلاً اشتغلت كده مع الأستاذ بالنسبة الطريقة دي منجحت جداً مع أستاذ خيري بشارة يعني الطفان كان الحتة دي موجودة عن طريقة أستاذ خيري يقرى الممثل جوائي ويلقطه الطفان ده كان عبقاري عبقاري أنا بقولك نجاحي بقودين دي اللي تمين رجائي وأستاذ خيري بشارة وطبعاً من الشركة المنتجة طبعاً هو أنت على طول نجاحك بتاهبين للآخرين يعني على ما يبدو أقولك على حاجة يعني أنا ممكن يبقى الدور ده الدور ده مكتوب لو ما جابونيش فيه وجابوا ممثلة تانية ممكن ما يتلعش بالبريق ده فلو طالماك لك براء يعني ببرق كده كي وكويسة فليه ما أقولش إن دول اللي اختروني دول اللي دعموني وقفوا وراء يعني أنا أفتكر مرة ريمون مقار قلت له الجيد ده أنا نفسي نعط فيه يوم تاني قالي بيت دعاً جدني جداً بيكتب فيه أسبوع بيت الأم مش قادراً ساح منتج زكي يعني قالي الجملة دي مش قادراً ساح قالي مكتوح لحد ما تأكله والله كل اللي قدر أقوله إنه كما جرت العادة بتسعيدينا وبتمتعينا جداً بأداء شديد التلقائية زي ما قطلت كده ما بين قصين يعني بالدلداء مشاعر وعاطفة أنا بشكرك جداً 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 على المكالمة وزي ما دايماً بقول إلى أن نلتقي قريباً في هذا البرنامج أتمنى ذلك ما ترفضيش دعوتنا تنورينا وتشرفينا نجمتنا أشكرك أشكرك نجمتنا الكبيرة الفنانة وفاء عمر هستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل هنكمل الكلام ولكن مع كاتبنا وأنا قدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي استنونا درامة رمضان السنة دي صعبة صعبة في إيه بقى؟ عارف أنت كده لما تتعزم على صفرة تقعد قاعد باصس قدامك تحتار دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي أو إنك تبقى في حاجة أقرب إلى سباء وكل العدائين نمرة واحد فتبقى قاعد محتار هو مين اللي هيكسب السباء خلونا يعني يفتنى في ذلك كاتبنا ونقضنا الكبير أستاذ طارق الشناوي منوارنا الله يخليه كل ساهم طيبين إيه الأخبار؟ تمام؟ تمام أنا عامل معسكر في البيت حلو أول خروبة في عز المعسكر من المعسكر ده خركت بإيه؟ يعني الناس قاعدة عملة تقول الإختيار لا 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 فتن أمل حربي مش عارف لا لا هي بالإضافة إلى مش لا يعني آه الناس قدم محتارة لا يعني لا الحياة فعلا العدد المسلسلات الجيد أو اللي فيها قدر كبير من الامتياز وتشدك كتير حلو بجد يعني إحنا كل سنة بنطلع بمسلسلين ثلاثة لو السنة الفاتحة تريك مثلا إيه؟ بالكتير أول أربع خمس مسلسلات طلع وانت حاس أن هم السنة دي لأ يمكن الرقم يتجاوز العشرة كأعمال جيدة وأعمال تشتاء إليها وتاخد قلبك وعقلك قدرت تترتبهم ولا لسه؟ لا مش دلوقتي مش دلوقتي لأنه لأ فيه الجمال كتير حتى الكوميديا اللي هي احنا عندنا نقطة ضعف اسمها الكوميديا يعني المصريين مشهورين بخفة الدم وبعلينا باع طويل في الكوميديا على كل المستويات لكن كنا دايما بنتعثر في الدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة بعد ابتعد العمالقة كنا عندنا تعثر السنة دي ممكن تلاتة أربع عمال واخدأ قلبك ككوميديا وده رقم كبير ومعمولة مكتوبة صح لأنها اتعملت بجدية مش ناس جاي يتهرج لا معمولة بجدية طيب خليني أخد معاك مثلا الاختيار الاختيار حالة استثنائية هو مسلسة الاستثنائية بكل المقيس فترة زمنية على الأقل 95% يتذكروها يعني ممكن يبقى طفل مثلا عنده 10 سنوات فهنا يفتكر ف95% من المصريين فتكلم على 95 مليون لا تزال في الزاكرة الأحداث أعظم ما في هذا العمل من أول الجزء الأول بس زادت بعد كده في الثاني ومشي أعلى في الثالث أن دايما في جانب توثيقي كل حاجة بتشوفها في جانب توثيقي جنب الجانب الدرامي يعني الخطين متوازن وده مهم لأنك أنت الوثيقة الناس كلها فكراها لأنها كانت في كل الفضائيات فالناس فكرة وشايفها وجوز جميل من الناس كان في الشارع ومدرك اللي حصل ولا يزال بداخله كل اللي فات لسه فكره ولسه عايشه طب إزاي تقدم ده في الدراما فكان الخطين دول الحقيقة كانوا هم اللي بنى عليهم هاني سرحان الكاتب وبيه ترميمي المخرج بحيث أنك أنت في كل لحظة الحقيقة اللي حصلت أنت متأكد منها لأن أنت قدامك شريك بيأكدها ثم الخيال الدرامي بيدعم ده فكان فيه يعني ايه تواصل بين الخطين بما أننا نحن كنا بنكلم أستاذ عبد العزيز مخيونة من شوية ويمكن أنا من الناس اللي كانت شايفة أنه كل الممثلين أجادوا أدوارهم بشدة بس الأستاذ عبد العزيز مخيون كان عنده إضافاته المخيونية إذا صح التعبير هو طبعا كمان أستاذ عبد العزيز ذكرته الإبداعية اللي هي نتاج حياته ولقاءاته وأفكاره خصبة فهو ألتقت عامل أبكده الهضيبي فهو ألتقت الشخصيات دي ألتقتها وقادر يوظفها صح وعارف طبيعتها وأداءها الصوتي والحركي والإحساس والنظرة وإمتى يجاوب وإمتى يقول إجابة غير اللي هو عايز يقولها واخد بالك فهو يعني دارس كويس وعارف كويس ولقط الشخصية كويس جدا لا شخصية بديع كويس جدا طيب هروح على فتن أمل حربي مسلسل اجتماعي عن الواقع اللي بتعيشه السيدة أو المرأة أو الزوجة المصرية ده الحقيقة على المستوى الاجتماعي من أقوى لازم يعني إبراهيم عيسى الكاتب أول مرة يكتب درامة تلفزيونية كتب للسينما طبعا أكتر من عمل لكن أول مرة يروح ناحية الدرامة التلفزيونية الحقيقة بيدرب بالعمق في مشاكل كتيرة بيعيش على المجتمع وفي نفس الوقت يعني ليست بصيغة تجارية في مشاهد كتيرة كان ممكن يزود فيها فتحظى بإحساس تجاري أو برد فعل تجاري ويعمل ترنده بتاع إنما هو عمل ترند فعلا مش مش بالصوت العالي آه يعني لا بهدوء يعني معنا إبراهيم بطبعه لما بيتكلم عنده التون عالي آه وتشبيهاته دايما يعني إيه صارخة آه لكن لما كتب درامة عرف إنه الكاتب الصحفي حاجة وأيضا المعلق على الشاشة حاجة والدرامة حاجة تالتة فهي طبعا محمد جمال آه العدل اللي هو المخرج يعني هما بينهم دوتو بالمناسبة يعني عاملوا بكده مولانا صحب المقام مش مولانا لأ صحب المقام أيوة وده تاني وده تاني عمل وأظن بينهم يعني نوع من الكيميائية واضحة جدا آه على الشاشة شخصيات يعني شريف سلامة مثلا ده يعني دور عمره أحساسه عالي جدا جدا آه شخصية فجة وعنيفة لكن الفجاجة لا يعبر عنها الفجاجة يعني 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 عايزة قدوا حد دم متقيل مثلا هو عيكون دمك تقيل وإنت بتقدم واحد دم متقيل هو عاملها كده فجة جدا لكن أنت حابب قوي طريقة أداء أحلى مقدم شريف عشان دور مكتوب حلو هو طبعا جواه طاقة أكيد مكبوتة لأنه قال له مدة يعني كان وعد في الأول وعلي كده خفت شوية وقال تواجده لا المرة دي عالة جدا جدا انطلق آه في فعلا يعني إيه حالة وهج استثناء نيلي حدث ولا حاجة ولا حرج نيلي كما جرت العادة آه نيلي لا أعلى من العادة كمان لا لا نيلي كريم نيلي أصلا دي سلصال يتلون يعني شوف في الكوميديا في لحظة بقت كوميديانا من التراث الأول في التراجيديا في الرومانسية بنت البلد آه وبعلي المرأة بالرغم الظلم اللي بتتعرض له وده حاجة مهمة جدا في الرسالة الدرامية الظلم المرأة تعرضت له وبقوة كويس لكن هي نفسها كانت بتقوم يعني تعرف مش مكهورة أصل القهر فإنك تبقى مكهور حد بيقارك وإنك إنت استسلم للقهر وعلى طول حالة قهر لا ده مش قائم وبعدين شوف حتى علاقتها بأطفالها بتلاقي قطة يعني وبالتاني بتلاقي عصفور يعني عايز أقول وإنت في عز المأساة بتقدم ملمح لعطاء لقطة والعصفور بتحس إنه الأسرة بكل المعاناة لكنها حريصة على الحياة وحريصة كمان على أنها تأدي الواجب تجاه الآخرين وتجاه حتى الحيوانات اللي بتعيش بنا أو الطيور يعني الحقيقة فاتن أمل حربي عمل فني اجتماعي جريء جدا قضايا متعلقة بالمرأة وزي مثلا لما تكون حاضنة أو ولادها يبقوا في المدرسة فييجي الأب عايز يضايقها فياخدهم من المدرسة يبقى في بيت يسحب البيت ياخد العفل القضايا دي كلها اللي بنعرفين احنا في الواقع وبنشوفها وبعدين دخل عليها تقدمت وأي قصور شفناها لأجهزة موجودة في الدولة في قصور من أكتر من جهاز بيان السيناريو وقدمها قدمها لأنه ده دور الفن يانك انت الحقيقة عمرها ما بتبقى وردي ولا كلها ناس شرفاء لا فيه كمان فاسدين طبعا والفاسدين دولة الدراما دورها انها تفضحهم العمل ده فيه كل المواصفات اللي هي أهمها من روية نظري القدرة على الجذب كل المشاكل قلت عليها دي متقدمة بشكل فني جذب وما فيش استرخاص أو تجارية في أي مشهد أو أي موقف حلو جدا طبعا هروح على رجعيني يا هو وأظن المسلسل للأصعب يعني انك تعيد حاجة عملها كاتب كبير زي أسامة أنور عكاشة وتقدر تسميها مش عارف أسميها كده صح ولا بتصرف يعني أسامة أنور عكاشة بقلم محمد سليمان عبد المالك أظن دي حاجة صعبة جدا وإنها تنجح دي صعبة لأنه كان فيه قبل كده محاولة في الليلة الحلمية لم تلقى نجاح الليلة الحلمية دي حالة خاصة ما لنهاش علاقة من رجعيني يا هو حلو الليلة الحلمية كان أسامة نفسه قرر أن الجزء الخامس ده آخر جزء خلص يعني هو هو ما كانش بيكتب مثلا ورحل وحد هيعمل جزء سادس قرروا يعمله جزء سادس بعد رحيله صحيح بخمس سنوات أو أكتر كويس لكن رجعيني يا هو هو ده بيأكد حاجة أسامة كان بالنسبة لنا بالنسبة المصريين يعني والعرب كان بالنسبة لهم أيقونا رمضانية طبعا وهو أول كاتب درامي تلفزيوني يحقق جماهرية واسمه زي أسماء النجوم زي بتقول يحل فخراني تقول عاد الإمام تقول يسرة بتقول أسامة نور ركش المسلسل ده كاتبه أسامة بيقالها تمن هو أول كاتب درامي يعمل وهج وهج للكتاب وقيمة شعبية يعني الكاتب الشعبي الأول فعودته لرمضان احنا كنا مفتخدين وطبعا يعني يعني لأنه كان دايما هناك الجديد عنده أسامة ودايما بيمس الشارع دايما جواه حاجة بتمس رجل الشارع فعاد أسامة طبعا بديهي هو العمل عشان كده مكتوب وكأنها عن قصة يعني يعني العمل الدرامي هنا عشان تقدمه تلفزيون طبعا في مسافة بين بين ده وبين ده طب يبقى القصة أو فكرة أو حالة حالة درامية حالها الكاتب للشاشة بتشوف أنه محمد سلمان عبد الملك نجحة في ذلك آه محمد سلمان الكاتب موهوب أنا في رأيي آه بس أنا بسألك يعني بتشوف أنه نجح في الحالات بس لازم ما نحطش وإحنا بنتفرج أسامة مفردات تانية يعني نبص على محمد سلمان عبد الملك لو أسامة مؤكد أسامة نبض لكن بقول أنه أسامة من الكتاب اللي لهم بصمة خاصة جدا كاتب درامي لازم تحسه تفتح التلفزيون في أي عمل فني مغير ما تعرف الاسم فهتحس أنه ده أسامة عشان كده وده اللي نجح فيه محمد سلمان أنه هو مكانش أسامة لأ قدم شيء عصري يشبهه طبعا الدور فيه خالد النبو يعني كشخصية محورية من أول ما بيجي من الغربة وبتدي بقى المعارك وحاجاتك ده فهي يعني فيها تركيبة حلوة بالنسبة وخالد بيحب لما الشخصيات دي لأنها متغيرة فيها بيخص معارك شخصية وفيها ضرب وقنس وحب وهكذا التركيبة اللي هي التوليفة دي اللي فيها كل الحاجات التوليفة دي بتعجب خالد لأنها وطلع عب وفي نفس الوقت أكيد هيبقى في حياته قصص حب يعني من أول ما كان في الطيارة كويس مع نور يعني في خطوط أو خيوط متعددة أظن ده بيرضيه كمان والمخر كويس محمد سلامة وكان السنة اللي فاتت شفناه يعني ده تأتي يمكن فيه إله قبل كده بس يعني مسان فاته هو عنده حاجة كان مع رمضان محمد رمضان مسلسل رمضان السنة دي أخباره إيه مسلسل محمد رمضان بوس محمد رمضان مع محمد ياسين حالة تانية مفترض إن إحنا كده عمليه معادلة النجاح ما حصلتش وتغيير مع رمضان لأنه رمضان من وجهة نظري ممثل موهوب ربنا اداله نجومية كويس وإحنا يعني دايما غالباً بيبقى الناس بكفل بين النجم وبين الممثل من الحالات القليلة إلا بفي حد عنده نجومية طاغية زي رمضان بدليل مش بس على الشاشة لما بيعمل حفلة مغد النظر بقى يتهاجم بتاعه مش دا الموضوع بس انت شوف 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 الإقبال الجمهيرة دي فهو جاذب نجم جاذب وممثل موهوب بيكان بينقصه أحياناً أو أكتر من أحياناً داروه غالباً وجود مخرج يقوده هو محمد بيحب يتدخل في النص في الإخراج محمد ياسين بقى ده محمد دي عيد على على رمضان محمد ياسين المخرج بيقدم اللي هو شايفه مش اللي شايفه رمضان مش معنى كده انه الممثل ما بيقولش رأي أي مخرج في الدنيا يعني مثلاً ما هو محمد ياسين ده تلميز مين عاطف طيب برافا عليك عاطف مخرج أستاذ في الاستوديو لكن لو جاء أحمد زاكي أو نور الشريف أو نبيل عبيد أو أي حد قال له أنا شايف أو محمود عبد العزيز أنا شايف كذا إذا لقى كذا دي تضيف حيضفها حيضيف فمحمد ياسين المخرج هنا عايز كمان أقولك إنه دينا الشربيني عاملة دور من أجمل الأدوار دي ممثلة مبدعة ولنا لقاءات رمضان لسه بإذن الله يا رب يطول معنا نفس رمضان ده يبقى نص السنة مش بس شهر من ضمن السنة على كل حال أنا عايز أشكر حضرتك جداً شكراً جداً سستارق كل الشوكر اللي كاتبنا ونقدنا الفن الكبير وسستارق الشناوي لدال الحديث عن الدراما الرمضانية ممتدة على مدار الشهر الكريم للأسف خلصة الحلقة الحد كده هنشوفكم بكراً لو كان لنا عمر بالمناسبة النهاردة في رقم عشر مع كريم رمزي نجم الأهلي السابق فلافيو يا ما تعبنا فلافيو كذا ملكوية بس مقانس ومنور لعيب لعيب منور ستوديو القناة الأولى واستوديوهات القناة الأولى ومنور برنامج رقم عشر مع زميل العزيز كريم رمزي أما إحنا لو كان لنا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامج لكم التاسعة يوم الأربع والخميس والجمعة يكون موجود معاكم دينا عبد الكريم وشافكي المنيري انتظرونا سلامات